نشوف خبر تاني انهيار عقار من 3 طوابط بمنطقة الخليفة انبارح كنت بكلمك عن ان مصر تحت الانقاض 30 شخص ماتوا في شهر واحد كنت بكلمك عن آلاف المنازل والعقارات الآيلة للسقوط الاسبوع اللي فاتت كلمت معاك عن نفس القضية وقلت لحضرتك ان احنا عندنا مشكلة كبيرة وعندنا مدام عفاف عندها الدور التالت فيه الدرج بتطلع منه الملف بتاع قرار الازالة عشان ما تحملوش مسئولية وقلت لحضرتك ان المسئولين عندنا بعافية شوية بيحملوك انت المسئولية بيقولك دايما انت اللي غلطان مش هما اللي غلطانين ابدا النهاردة بنستيقظ على خبر جديد غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنهيار عقار بدائرة قسم شرطة الخليفة بالانتقال والفحص تبين انهيار عقار مكاوم من 3 طوابط يعقف رجال الحماية المدنية على رفع الانقاض وتمكنت القوات من انقاذ شخص وجار البحث عن آخرين هل احنا في مصر في الجمهورية الجديدة هل احنا في البلد اللي بتبني 24 مدينة سمارت ذكية هل احنا في البلد اللي بتعمل كل الانشاءات العظيمة في العالمين وفي العاصمة الإدارية وفي كل الاماكن الحلوة دي هل احنا ما معناش فلوس نعمل ترميم للامارات اللي بتقعها هل طبيعي يا جماعة ان احنا كل يومين او كل يوم نصحى على خبر ان في امارة وقعت في مكان ما في مصر مرة في الخليفة مرة في ميامي مرة مش عارف فين حدايا القبة هل طبيعي ان 30 شخص يموتوا في شهر واحد عشان البيوت بتقع ما هو لازم حد يطلع يتحمل مسئولية ما هو لازم يكون فيه طلبات احاطة لازم يكون فيه حد يتحاسب على اللي بيحصل ده لكن ده مش منطقي احنا بقينا بنتكلم على الخبر ده وكأنه انخفض الجنيه امام الدولار واعت عمارة وما التلاتة مش كده يا جماعة يعني دي مش بلد ده مش نظام ما فيش مسئولية ما فيش برلمان ما فيش احد